مدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ مهلة التفويض الممنوح لرئيس الوزراء المكلف بنيمين نتنياهو بتشكيل الحكومة مددها عشرة أيام إضافية قال هيرتزوغ في بيان إن المجتمع الإسرائيلي يعيش فترة معقدة وتهدده الخلافات وخطر تأجيج العنف والكراهية وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد طلب تمديد المهلة أسبوعين لوجود قضايا تتعلق بتوزيع المناصب لم يتفق عليها بعد وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصر في إيرلبي لبيد أنه يتم تشكيل حكومة مجنونة في إسرائيل لسيما وأن نتنياهو ضعيف ويتعرض للابتزاز من شركاءه على حد وصفه أكد ربيد أنهم سيخرجون للتظاهر في الشوارع حماية للقضاء والجيش والمدارس وذلك خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة الجديدة نظمها حزبه يوجد مستقبل في تل أبيب جئنا لنقول للحكومة الجديدة لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أبنائنا إلى الجيش من أجل حكومة لا ترسل أبنائها إليه نتابع التفاصيل مع مرسلتنا من القدس كريستين ريناوي مرحبا بك كريستين إذن هيرتزوغ يمهل نتنياهو عشرة أيام بدل أسبوعي لتشكيل حكومته إلى أين وصلت مشاورات تشكيل هذه الحكومة التي ينتظر أن تكون الأكثر تطرفا في إسرائيل جمال ادعاء نتنياهو بطلب تمديد المهلة كان بسبب توزيع المناصب ولكن مختلف المناصب والحقائب الوزرية تم توزيعها عمليا نتنياهو يحتاج المهلة من أجل بعد تغيير رئيس الكنيسة يوم الأثنين المقبل أن يغير قانون أساس الحكومة وأن يقضي هذا التعديل بأن وصمة العار لا تلصق بمن يفرض عليه أو لا تلصق بمن لديه عقوبة سجن مع وقف التنفيذ أيضا وليس فقط أن تلصق بمن يزجن فعليا هذا التعديل من شأنه أن يسمح لنتنياهو تعيين أريد رعي رئيس حركة شاس بمنصب رفيع وبوزير للداخلية ومن ثم المالية عمليا قطع الشوط الأكبر نتنياهو بمشاورات الحكومة ووقع اتلافات واتفاقات اتلافية مع الأحزاب داخل معسكره الصهيونية الدينية قوة يهودية نوعام شاس يهودات هترا جميعهم تم الاتفاق معهم ولكن يريد نتنياهو أن يعدل القانون من أجل أن يعين رئيس شاس في حزب وزاري لأن القانون الحالي يمنعه من ذلك القضية ليست هنا فقط هناك معارضة داخلية وسجال إسرائيلي داخلي من شكل وبرنامج هذه الحكومة اليوم بكورة هذه الاحتجاجات كانت بنزول إلى الشارع بتظاهرة في تل أبيب شركة فيها رئيس حكومة منتهية ولايته يائر لبيد الذي قال إن الاحتجاجات سوف تستمر وذلك بهدف حماية الجيش والمحكمة العليا والمدارس طبعاً احتجاجاً على تفكيك الوزرات إلى مناصب مفصلة على مقاس شركاء نتنياهو من أجل إرضائهم والنجاح بمهمة تشكيل الحكومة ضمان هذه الحكومة السادسة نتنياهو وال37 لإسرائيل يضمن حصانة نتنياهو وعدم حسبته على الملفات الجنائية التي يواجهها وبالتالي حتى هناك معارضة إسرائيلية لقبول الرئيس الإسرائيلي لطلب التمديد مثلاً وزير القضاء الإسرائيلي المتهية ولياته قدعون صاعر قال إن عملياً جمع توقيع من أجل تغيير رئيس الكنيسة يشي بأن الحكومة تم تشكيلها ولكن هذه الخطوة هي من أجل التضليل ومن أجل مكاسب شخصية وإشكالات معينة داخلية تهدف إلى تحقيق مكاسب داخلية لنتنياهو وللشركائه الذي وصفها بالضعيف داخلياً والذي يتعرض لابتزاز والذي حول حزبه إلى شريك ضعيف في هذا الاتلاف وهذا المعسكر جمال وبالتالي الخطوات الكبيرة قد تحققت ولكن الآن سجال داخلي من أجل تحقيق المزيد من الأهداف الشخصية جمال نعم شكراً جزيلاً لك يا كريستين ريناوي مراسلات العربي بنا للقدس